أهلا بكم يطرح العدوان الإسرائيلي الجوي ليلة الماضية على تلال الحدودية بين لبنان وسوريا يطرح الكثير من التساؤلات حول الأهداف والرسائل فالغارة جاءت فيما يضيق الجيش السوري الخناقة على مدينة يبروت في القلمون وفي وقت يتكثر فيه الحديث عن فتح جبهة في الجنوب السوري انطلاقا من درعا والحدود الأردنية بإشراف ودعم من دول عربية وغربية ضد الجيش السوري واللافط أيضا أن الغارة تأتي غدا تأعلان إسرائيل أن أكثر من 1600 جريح من المعارضة السورية تمت معالجتهم في إسرائيل وقد قام بن يمين نتنياهو بعيادة عدد منهم في المستشفيات في الأيام القليلة الماضية هذا ما نتبعه في القسم السوري أما في الشأن العراقي فنلقي الضوء على اعتماد الحكومة العراقية سياسة تعدد مصادر التسليح للجيش العراقي من روسيا والصين وأمريكا وربما من إيران وفق بعض التقارير الأعلمية شكرا لك أحمد أهلا بكم وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين ريتشارد فالك سياسة إسرائيل في الضفة الغربية والقطاع بأنها عنصرية فالك قال في تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان إن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة وبسبب التطهير العرقي في القدس الشرقية أفاد مراسلنا في دمشق بالتوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وتجمع أبناء مخيم اليرموك الاتفاق حدد عدد المقاتلين بمائة وأربعين مقاتلا لكل طرف وبمجب الاتفاق أيضا تنتشر قوات الطرفين في محيط المخيم بدءا من ساحة المحكمة حتى مستشفى فلسطين وفي حلب أفاد مراسل الميادين بوقوع اشتباكات عنيفتين بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في حي الخالدية في المدينة كذلك أفاد مراسلنا بتجدد لمعارك في حي الراشدين غرب حلب فيما شن لجيش السوري غارات على مواقع المسلحين في محيط سجن حلب المركزي أكد رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب أن الأمن سيكون أولوية لدى الحكومة الجديدة وكان محلب قد التقى منصور وأعلن أنه سيبدأ على الفور مشاوراته لتأليف الحكومة التي ستخلف حكومة البابلاوي وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان نشر تسجيل هاتفي منسوب إليه وإلى ابنه يربطهما بقضايا فساد وسطه بالهجمة الوضيع عليه وعلى تركيا أردغان أكد أن هذا الأمر ليمر بدون عقاب وهجم عددا من معرضيه مشيرا إلى أن لا أحد غير الشعب يقرر إزاحته من الحكم يذكر أن المكالمة نسبت إلى أردغان وابنه حيث يتطرقان فيها إلى إخفاء مبالغ كبيرة ارتفعت إلى 43 قتيلا حصيلة الهجوم على مدرسة شمال شرق نيجيريا بحسب ما أعلن مصدر طبي رسمي الهجوم وقع في مدينة بونيبادي ليلة أمس مصادر حكومية اتهمت بوكو حرام بالوقوف وراءه نعود إلى أحمد شكرا لك هبة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو أن إسرائيل ستقوم بكل ما هو ضروري للدفاع عن أمنها كلام نتنياهو جاء ردا على سؤال عما تردد عن غارة إسرائيلية شنت ليلة أمس على الحدود اللبنانية السورية وفي مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رأى نتنياهو أن قدرة إيران نووية لا تهدد إسرائيل فحسب بل المنطقة والعالم كلها اتزمت المستويات الرسمية الإسرائيلية الصمت إزاء التقارير التي تحدثت عن الغارة الإسرائيلية على أهداف لحزب الله على الحدود السورية اللبنانية الصحف الإسرائيلية أشرت في عنوينها الرئيسة إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الغارة لكنها اقتبست معطياتها من وسائل الإعلام اللبنانية يدعوت أحرونوت كتبت بعد يوم من تحذير رئيس هيئة الأركان العامة بني جانس الجيش الإسرائيلي هاجم لبنان والهدف قافلة سلاح الصحيفة قالت إنه إذا صدق هذا الكلام فهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل داخل لبنان منذ حرب لبنان الثانية هاء ريتس قالت صحيح أن إسرائيل امتنعت في العمليات السابقة كلها عن التعليق لكن سبقت الهجمات إشارة من قبل مسؤولين إسرائيليين رفعي المستوى عن عدم السماح بوصول سلاح متطور إلى حزب الله بدورها صحيفة معريف أشارت على نحو مقتدب إلى الموضوع تحت عنوان سلاح الجو قصف منشآت حزب الله على الحدود السورية معريف لم تنقل أي رواية إسرائيلية لكنها أشارت إلى كلامي جانتس قبل يومين من الجولان المحتل عن إصرار إسرائيل على منع وصول أسلحة متطورة إلى حزب الله أما صحيفة إسرائيل هايون فعنونت على صفحتها الرئيسية سلاح الجو هاجم أهداف حزب الله مشيرة أيضا إلى كلامي جانتس الاهتمام الإسرائيلي انسحب كذلك على وسائل الإعلام المرئية التي احتل فيها خبر الغارة رأس مواجزها الإخبارية المراسل العسكري للقناة الثانية قال إنه لا يستبعد مسؤولية إسرائيل عن الغارة في حال جرت مهاجمة قافلة تنقل صواريخ من أنواع عديدة فهذا يؤكد سياسة إسرائيل المعلنة بعدم السماح بنقل أسلحة نوعية إلى حزب الله وبالتالي يحتمل أنه يجري الحديث عن هجوم إسرائيلي وسائل الإعلام الإسرائيلية أجمعت على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن منع وصول سلاح إلى حزب الله قد تمثل إشارة واضحة إلى مسؤولية إسرائيل عن هذه الغارات برغم النفي الإسرائيلي لذلك برغم النفي الإسرائيلي لذلك الطائرات الإسرائيلية كانت قد شنت غارة على إحدى المناطق في سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية مع سوريا المعلومات تضاربت بشأن المنطقة التي استهدفت التفاصيل مع هبط الله بيطار السلام عليكم خرق جديد سجلته الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية الاستهداف هذه المرة كان للمنطقة الحدودية اللبنانية السورية في ظل تضارب في المعلومات بشأن ما إذا كان الاستهداف قد جرى داخل الأراضي اللبنانية أو السورية غارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية على هذه المنطقة وفقا لمصدر أمني لبناني مستهدفة موقعا لحزب الله على جبال لبنان الحدودية وبحسب المصدر فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية ألقت صاروخين على المنطقة أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فقال إن الطائرات الإسرائيلية قصفت قاعدة صواريخ لحزب الله بالقرب من بلدتي جنتا ويحفوفة وهتان القريتان تقعان في مناطق جبلية جردية تداخل الحدود فيها الغارة تزامنت مع تقحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق منطقة البقاع شرق لبنان ولم توقع أي إصابات بشرية أو مادية وفقا لمصادر الميادين الجيش الإسرائيلي من جهته لم يعلق على الغارة مصدر أمني إسرائيلي اكتفى بالقول إن نشاطا مكثفا لسلاح الجو حدث بصورة غير معتادة في الشمال الغارة الإسرائيلية بالقرب من الحدود الغربية لسوريا تأتي في ظل تزايد الحديث عن هجوم تعد له المعارضة من الجنوب بدعم من الغرب وبعض الدول العربية في ظل الحديث الأمريكي عن استئناف تسليح ما تصفها بالمعارضة المعتدلة هذا كان كل شيء شكرا لكم من دمشق نضم إلينا الكاتب والباحث السياسي أحميدي العبدالله لم يكن أستاذ أحميدي بداية ما هي الرسالة التي تريد توجيهها إسرائيل من خلال هذه الغارة ليل أمس وكيف يمكن تفسير توقيت هذه الغارة هذه الغارة تأتي بعد فشل مؤتمر جينيف في تحقيق ما يتسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية وتأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل انتزاع المزيد من التنازلات من الحكومة السورية من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت من جديد الحديث عن تعديل التوازنات وخاصة على المستوى الميداني وأيضا الضغط على الدولة السورية لتقديم تنازلات في أي جولات لاحقة لجينيف 2 ومعروف أن العمليات التي كانت تقوم بها إسرائيل في الأراضي السورية أو قرب الحدود السورية تحدث في حالتين الحالة الأولى عندما يكون هناك هجوم لجيشة سوري ضد مواقع المعارضة المسلحة والحالة الثانية عندما تكون هناك ضغوط أمريكية من أجل تغيير توازن القوى أعتقد أن كل الحالتين الآن في هذا التوقيت يمكن أن يفسر ما قامت به إسرائيل من عدوان عسكري في منطقة ما على الحدود السورية اللبنانية هناك تضارف المعلومات حول المنطقة المستهدفة إن كان داخل الأراضي اللبنانية أم السورية هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ ليس لدي أكثر مما تتداوله وسائل الإعلام طيب إلى أي ماذا برأيك يمكن ربط هذه الغارة بتضييق الخناق من قبل الجيش السوري على مدينة يبرود؟ بكل تأكيد هناك علاقة مباشرة والدليل على ذلك أن المرصد حقوق الإسان المعارض في سياق تغطيته لهذا الهجوم قال أن هذا الهجوم استهدف مواقع عسكرية تقوم كما قال بقصف بعض المناطق التي يتواجد فيها مسلحون معارضة بهذا المعنى أن هذه العملية العسكرية هي في إطار جهد عسكري إسرائيلي لدعم المعارضة أو على الأقل للتأثير على مجرى المعارك التي تجري الآن في منطقة القلمون وتحديدا في محيط يبرود خاصة أن هذه العملية جاءت بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش السوري تحقيق تقدم كبير جدا في منطقة وادي الجرابيع وفي مناطق أخرى قريبة من مدينة يبرود حيث باتت مدينة يبرود مطوقة من كل الجهات بالقوات من الجيش السوري ولا تفصلها عن داء وسط المدينة سوى ثلاثة كيلو متر تحديدا أستاذ حميدي يبرود هذه المنطقة النقطة الاستراتيجية ماذا تعني لإسرائيل برأيك؟ الأمر الهام جدا بالنسبة لإسرائيل يندرج في إطارين الإطار الأول هو أن هذه المنطقة دائما تخشى إسرائيل كونها هي منطقة اتصال مباشر ومنطقة تحديدا لها اتصال بمنطقة الهرمل وهي في حساب الإسرائيليين أنها المنطقة التي يركز فيها حزب الله والمقاومة في لبنان بنيتها التحتية الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالصواريخ الثقيلة وهم يخشون أن تكون هذه المنطقة أحد الممرات اللوجستية الأساسية لزيادة قدرات المقاومة هذا الإطار الأول الإطار الثاني الذي تهتم به إسرائيل فيما يتعلق بهذه المنطقة هو أن أي نصر يمكن أن يحققه الجيش السوري بالتعاون مع منقاتل حزب الله من شأنه أن يقلب الوضع الميداني استراتيجيا ويمكن أن تكون تأثيرات وتداعيات هذه المعركة موازية وربما تفوق تداعيات معركة القصير ولهذا السبب كون إسرائيل هي تعتبر نفسها جزء من التحالف الآخر المناهض لسوريا والمقاومة في لبنان وإيران تعتقد أنها ستكون خاسر كبير جدا ولهذا السبب هي دخلت على خط المواجهة في هذه المنطقة سيد إحميدي سنتابع هذا الحديث مع حضرتك ولكن سنتابع هذا التقرير فالغارة الإسرائيلية جاءت غداة إعلان الولايات المتحدة أنها ستزود ما سمتها المعارضة المعتدلة بالأسلحة وفي ظل تكاثر الحديث عن هجوم سيتم تنفيذه من الحدود الأردنية بإشراف أجهزة مخابرات عربية وغربية وربما إسرائيلية طائرات إسرائيلية فوق جبهة القلمون المشتعلة الغارة على جنتا أتت غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي بني جانس بأن إسرائيل ستمنع وصول أسلحة لحزب الله كاسرة للتوازن لكن الغارة في موقعها وأهدافها تدخل خريطة المعارك في القلمون السوري ومع اندراجها في سياق الحرب الإسرائيلية على لبنان وحزب الله إلا أنها تبتعد عن الهدف المعلن مسبقا بضربها موقع للحزب قرب الحدود السورية الغارة رسالة سياسية أكثر منها عملية عسكرية للإيحاء بالقدرة على التدخل للحد من دور الحزب في معاركه في سوريا وفي منطقة يؤذن انتصاره فيها بتثبيت عمقه الاستراتيجي على جانبي السلسلة الشرقية اللبنانية المنيعة بحسب خبراء عسكريين تل أبيب قلقة من تعظم دور حزب الله في سوريا وخائفة من أن تزيد معركة يبرود من الإخلال في موازين القوى بعد الإقسير ولكنها ليست المرة الأولى التي تزج بنفسها في المعارك السورية فقبل عام ونصف أغارت على مستودعات في جمراية وفي تشرين الماضي شوشت محطاتها في جبل الشيخ اتصالات وحدات الجيش السوري في واحدة من أكبر المعارك التي شنتها المعارضة انطلاقا من الأردن على الغوطة الشرقية وسياسيا أيضا تدخل طائرات إسرائيل على خط أزمة المعارضة السورية المزدوجة شلل الائتلاف السوري بعد الفشل في جونيف 2 وتجردم المعارضة المسلحة السورية وحلفائها إذ يتقاتل هؤلاء فيما بينهم أولا ويقاتلون من موقع الدفاع على جميع الجبهات ويتراجعون منذ أشهر وتأتي الغارة الإسرائيلية في خضم فوضى التسريبات عن إمكانية القيام بعملية عسكرية واسعة من الجهة الجنوبية بعد القرار السعودي الأمريكي بفتحها وحجد أربعة آلاف مقاتلا مع الهيئة الجديدة للأركان للجيش الحر ونقل أسلحة متطورة من أوكرانيا وأخرى قد تأتي من فاكستان ديماناصيف دماشق الميادين إذن سيد حميدي هذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل غارات حتى الآن لم يصدر أي موقف من قبل القيادة السورية على هذه الغارة ليل الأمس برأيك دماشق كيف ستتعامل مع هذه الغارة؟ يعني اعتادت الدولة السورية إذا كانت العمليات التي تقوم بها والاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل اعتداءات مؤثرة وواضحة أن تعلن عن ذلك كما حصل في أكثر من مرحلة سابقة وبكل تأكيد كيف ترد سوريا تعتقد الحكومة السورية أن كل ما تقوم به الآن في مواجهة ما يخطط لسوريا والمعركة التي يخوضها الجيش السوري في مواجهة المسلحين هو جزء من الرد على إسرائيل بمعنى أن الدولة السورية ليست الآن هي في وارد الإنجرار إلى مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي لأسباب تتعلق بالوضع القائم في سوريا الآن استثنائيا والأولويات التي يفرضها هذا الوضع القائم في سوريا إذن هذا الأمر الأول الأمر الثاني الدولة السورية عندما تكون هناك عمليات غامضة أو أن تكون الهجمات التي تكون بها الطائرات العدو الإسرائيلي لم تحقق إصابات وهي لم تترك أي أثار تذكر يعني كانت تلوذى لكن سيد حميدي كيف يمكن أن يكون شكل الرد السوري على هذه الغرات كما قلت قبل قليل أنا أعتقد الدولة السورية ترى أن الرد على هذه الغرات يأتي في سياق المواجهة الشاملة مع المجموعات التي الآن تخوض هذه الحرب على الأقل أيضا بقناعة الدولة السورية أن هذه الحرب التي تخاض في سوريا تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تقف وراءها إسرائيل وهناك دور إسرائيلي بدأ يظهر في الآوين الأخيرة بشكل صريح حتى رئيس الأركان الجديد نشرت صحيفة معاريف بأنه تدرب رئيس أركان الجيش الحر تدرب في إسرائيل بمعنى هناك قناعة لدى الدولة السورية أن ما تقوم به في مواجهة المسلحين وفي مواجهة المخطط الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة مواجهة هذا العمل هو جزء من الرد أو هو شكل من أشكال الرد على ما تقوم به إسرائيل هل يمكن اعتبار أن هذه الغارة الإسرائيلية أمس هي إشارة لربما دور إسرائيلي في المرحلة المقبلة في أي عملية عسكرية في الداخل السوري نعم بكل تأكيد ولقد مهدت إسرائيل لهذا الأمر بعدة خطوات كانت واضحة ولافتة للنظر أولا لأول مرة بعد أن كان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي يلزم مزرائه بعدم التعليق على ما يجري في سوريا قام هو بتفقد أحد المستشفيات الميدانية وهذا طبعا سابقا كان يرفض التعليق انطلاقا من الخوف من التأثير السلبي على صورة المعارضين ومجموعات المعارضة لكي لا تتأكد وجهة النظر السورية التي تقول أن لهم صلاة بالعدو الإسرائيلي عندما يقوم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بما قام به بكل تأكيد هذا محاولة إعلان عن وجود التعاون بين الطرفين أيضا سماح بتسريب معلومات إلى الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن أن رئيس الأركان الجديد والذي ينتمي إلى المنطقة الجنوبية تدرب في إسرائيل في الآونة الأخيرة بعد أن عولج سابقا في مستشفيات إسرائيلية هو أيضا تمهيد للانتقال بالتعاون من حالة سرية إلى الحالة العنانية إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا تشكيل إسرائيل لقوة عسكرية مخصصة للانتشار في منطقة جولان كل ذلك يشكل مؤشرات تؤكد أن إسرائيل تستعد لدور أكبر في الأزمة السورية ودور أكثر مباشرة وصراحة في هذه الأزمة سيد حميدي كثرة الحديث عن مكانية فتح جبهة في الجنوب السوري انطلاقا من درعا ومن حدود الأردنية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في الأردن للإشراف على سير المعارك هل بات قريبا هذا النوع من العمليات برأيك وهل يمكن أخذ كل ما ورد في التقارير الإعلامية على محمل الجد نعم لا شك أن ما ورد في التقارير الإعلامية لم يكن من فراغ وخاصة أن هناك تقاطع في هذه التقارير الإعلامية وأيضا التحليل يؤكد أن هذه الجبهة مرشحة أكثر من أي جبهة أخرى لأن تلعب دور مهم جدا في الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول للمنطقة الأخرى التي تعارض الحكومة السورية بمعنى الجبهة التركية لم تعد آمنة ومضمونة بسبب انتشار تنظيم داعش والاقتتال القائم الجبهة اللبنانية أصبح تهريب السلاح وتقديم والمسلحين إلى داخل سوريا لتغيير الوضع صار صعب جدا بعد سيطرة الجيش السوري على منطقة القصير والآن إغلاق معظم معابر تهريب السلاح والمسلحين لم تبقى إلا الجبهة الممتدة على خط وقف إطلاق النار وفضل اشتباك مع العدو الإسرائيلي والحدود الأردنية ولذلك يتم التركيز على هذه المنطقة وأعتقد أن هناك تقارير تحدثت عن بعض المحاولات التسلل التي تصدى لها الجيش السوري وجاءت هذه المحاولات في هذا السياق برأيك على ماذا سيقتصر الدور الإسرائيلي في حال فعلا تم فتح جبهة انطلاقا من الجنوب السوري من درعو ومن الحدود الأردنية خاصة أن رئيس الوزراء بن يمينة تنياهو كان قد زار عددا من الجرحى المعارضة السورية في المستشفيات في إسرائيل نعم هناك سيناريوهان لهذه العملية السيناريو الأول هو أن يكون تدخل مباشر وواضح بحجم كبير جدا أعتقد أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى اشتعال حرب شاملة على مستوى المنطقة أنا لا أعتقد أن هناك قرار دولي الآن بالإقدام على مثل هذا الخيار الذي كان يلوح في الأفق في مرحلة من المراحل بعد 21 أب بعد قضية الكيميائي السيناريو الثاني هو أنت يجري تكرار ما حدث في شهر تشرين عندما قامت مجموعات أعدت ودربت في الأردن بالتسلل عبر الحدود الأردنية باتجاه الغوطة الشرقية أنا أعتقد هذا هو السيناريو المرجح الذي يتوقع أن يحدث في حال وضعت هذه التهديدات أو وضع ما يسرب بالإعلام موضع التطبيم قبل الجهات المعنية بهذا الأمر وإذا لم تكن العملية مجرد عملية تهويل من أجل الضغط على الحكومة السورية والحصول على تنازلات منها سيد حميد سنتابع مقاله أمير جبهة النصر في سوريا أبو محمد الجولاني إذن فقد أمهل أبو محمد الجولاني تنظيم داعش خمسة أيام ليقف هجماته ويحتكم إلى شرع الله الجولاني توعى بنقل القتال إلى داخل الأراضي العراقية ننتظركم أن تردوا بشكل رسمي وخلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذا التسجيل وإن أبيتم فقد علمتم أننا صبرنا عليكم سنة كاملة من التعديات والتهم الباطلة وتشويه الصور دفعا لمفسدة أعظم وتنازلنا لكم عن الكثير من حقوقنا وتعلمون أيضا المر العلقم الذي دقتموه على أيدي رجال الشرقية وتعلمون أننا إلى الآن لم نستنفر الجبهة ولم نترك موضع لقتال النصيرية كما فعلتم ووالله لئن رفضتم حكم الله مجددا ولم تكفوا بلاءكم عن الأمة لتحملن الأمة على الفكر الجاهل المتعد ولتنفينه حتى من العراق وأنتم تعلمون مئات الأخوة الأفاضل الذين ينتظرون من الأمة إشارة في العراق الجولاني كفر لإئتلاف السوري المعارض وهيئة الأركان وقال إن خلاف جبهة النصر مع داعش لا يلغي وجود جماعات وقعت في ردة وكفر وتسعى إلى إقامة دولة علمانية بحسب الجولاني نحن لا ننكر أن هناك جماعات من من تقاتلكم قد وقعت بردة وكفر كحال الأركان والإئتلاف ومن يقوم على مشروع الجيش الوطني الذي يسعى من خلاله لتثبيت حكومة علمانية والقضاء على مشروع إسلامي راشد ولكن الأغلب من الجماعات التي تقاتلكم لم يثبت أنها وقعت بردة أو كفر إذن سيدة حميدي استمعت إلى مقاله أبو محمد الجولاني برأيك إلى ماذا يشير هذا أعطاء المهلة لداعش وأيضا تكفير هيئة أركان الحر فيما يتعلق بتكفير هيئة الأركان الحر والإئتلاف بكل تأكيد لأنهم يعتقدون من تنظيم جبهة النصر وجبهة الإسلامية يعتقدون أنهم إذا أيدوا خيار المفاوضات السياسية فإن المقاتلين الذين انضموا إلى صفوفهم والذين يقاتلون وخاصة أولئك المقاتلين الذين يقومون بالأعمال الانتحارية سينفضون عنهم وبالتالي لا يستطيعوا أن يقوموا بأي عمل ولهذا السبب هم بحاجة إلى المواصلة الحديث عن أنهم هم ضد الخيار العلماني والدولة العلمانية والدولة الوطنية وهم يريدون إقامة الدولة الإسلامية وهذا شرط للحفاظ بالمقاتلين الذين يقومون إلى جانبهم وأيضا هو شرط أساسي لأن يحصلوا على التأييد لمقاتلة داعش هذا أولا ثانيا بالنسبة لمقاتلة داعش أنا أعتقد أن هذا القتال ضد داعش الآن وهذا القرار الآن وهذا التوقيت يندرج في إطار القرار الأمريكي الذي تخذ بأن داعش خرجت عن السيطرة وعن نطاق وهي تهدد المشروع الذي كان قائما في سوريا في فترة من الفترات وحتى مشروع القائم في العراق لجهة الضغط والآن داعش لم تعد تقبل لا بمرجعية القاعدة ولا بأي مرجعية أخرى ولذلك هم يعتقدون أن هناك غطاء دولي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش وأقصد دون جبهة النصرة والدليل على ذلك أن اللائحة التي نشرت مؤخرا من وزارة الخارجية الأمريكية حذفت اسم الجولاني من قائمة الإرهابيين الخطرين بعدما كانت يحتل المرتبة السادسة وأكثر من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن أبو أحمد أبو خالد السوري الذي قتل ولم يعرف بعد من الذي قتله هو الزعيم الحقيقي أو هو الذي أسس ولعب دورة كبيرا في جبهة كتائب أحرار الشام التي تشكل العمود الفقري للجبهة الإسلامية التي رفضت الولايات المتحدة تصنيفها بأنها من الدول من المجموعات الإرهابية هذا يعني أن ما تقوم به جبهة النصر الآن من إعلان هجوم على داعش يأتي في هذا السياق في سياق محاولة التصدي لداعش وخروج عن السيطرة الكاتب والمحلل السياسي حميد العبدالله شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من دمشق قال لطفي بن جندو وزير الداخلية التونسي إن عدد تونسيين العائدين من سوريا وصل إلى نحو أربعمائة شخص وأضاف أن السلطات تتبعهم عن كثب من خلال وضع قاعدة بيانات ومتبعتهم لأنه لا يمكن اعتقالهم جميعا لغياب قانون بهذا الخصوص لحسب تعبيره وكانت وزارة الداخلية قد منعت في وقت سابق نحو ثمانية ألف شخص تونسي من الذهاب إلى سوريا تخوفات في تونس من الشباب التونسي العائد من سوريا وخصوصا في وقت تخوض فيه البلاد حربا على الإرهاب وزير الداخلية التونسي برغم خطورة الملف بعث برسالة طمأنى إلى التونسيين يقدر عددهم تقريبا بأربع مئة شخص هذوما كل عائد نحرره ضده محضر ويقدم المحضر بمعية المحضر إلى العدالة مالورزمو مش الكل يتوقفه ثم خطر ثم غياب نص لكن نحن نظل نتابعه عن كثب لا المسألة ما تتحسمش أعتقد أنه بل كيفية هذه والمسألة إذا كامش يجيوها الناس هذوما وبشي يتوقفه في التونس وبشي يتوزعه على كيف التراب الجمهورية أنا أعتقد أنه اللي اختار متاحهم كبير ياسر وأنه الجانب الأمني من بعيد هني قاعد الراقب ما يكفيش تحذير من استقبال مئات تونسيين من الذين خبروا حمل السلاح وثفك الدماء معلنين إيمانهم بمعتقدات غريبة عن المجتمع هؤلاء تربوا على القتل على الذبح على التفجير إلى غير ذلك من المسألة ولا يمكن لهم بين عاشية وضحاها أن يعودوا إلى الطبيعة العادية من الضروري أن يتم استيعابهم أولا قضائيا ومرافبتهم بعد ذلك أمنيا إن تم الإفراج عنهم أجدر الأشخاص الذين نحكيوا معهم نحلولهم أفكارهم نوضحوهم طريقة صحيح طريقة صحيح كما قال السيد مفدي ديارة تونسية أن الجهاد لا يوجد في سوريا الجهاد ضد الفقر ضد الجهل هذا أصح جهاد يبقى أن عدد العائدين في تزايد مستمرا يوما بعد يوم في وقت ما زالت فيه البلاد تعاني تدعية الأزمة السياسية التي عاشتها منذ أشهر يتصعد الجدال بين داعا إلى احتواء العائدين من سوريا سعيا إلى إعادة دمجهم في المجتمع وآخر محذرا من خطورة هؤلاء على أمن البلاد واستقرارها في وقت لا تزال البلاد تبحث فيه عن استراتيجية واضحة في التعاطي مع هذا الملف سميح البغانمي تونس الميادين أهلا بكم من جديد لم تعود البلايات المتحدة بصدرا وحيدا لتسليح الجيش العراقي روسيا كانت أول الداخلين على الخط بصفقة تجاوزت الأربعة مليارات دولار وكانت زيارة وزير الخارجية الروسي لبغداد الأسبوع الماضي مؤشرا على تطور العلاقة بين الجانبين أما اللافت فكانت زيارة وزير خارجية الصين أمس إلى بغداد وهي الشركة التجارية الأكبر للعراق ولم يخفي الطرفان الحديث عن احتمال شراء العراق أسلحة صينية وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الاستراتيجيات العراقية الاقتصادية والتجارية وأيضا السياسية لكن السوق الذي أثار غضب الولايات المتحدة هو السوق الإيراني حيث تحدثت تقارير إعلامية عن صفقة بلغت نحو 200 مليون دولار بالرغم من أن الطرفين الإيراني والعراقي لم يؤكد حدوثها لكن لم ينفيها أيضا وقالت واشنطن أنها ستتحقق من بغداد حول هذا الأمر الكلام عن تسليح الجيش العراقي من مصادر متعددة يأتي فيما يخوض هذا الجيش معركة مفتوحة مع إرهاب القاعدة خصوصا في الأنبار الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2010 مثل منعطفا في خريطة الاستثمارات الأجنبية على امتداد قطاعات البلاد السنوات التالية شهدت تناميا في دور الشركات الصينية والروسية على حساب الشركات الغربية الأيام القليلة الماضية أسست لمرحلة جديدة في علاقات العراق الاقتصادية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حتى في بغداد في زيارة تصدرت جدول أعمالها التجارة والاستثمارات وإلى جانبها اتفاقات تعاون علمي تشمل تدريس اللغة الروسية في العراق وصفقة سلاح تجاوزت قيمتها أربعة مليارات دولار حالما غادر الوزير الروسي وصل نظيره الصيني وانج يي يومي حاملا الملفات ذاتها لكنه كان أكثر صراحة حين أكد أن الحزام الاقتصادية لطريق الحرير يمثل منبرا لتعاون المشترك يصل إلى التكامل بين البلدين في الموارد والتكنولوجيا والسوق كلام وانج يتماشى مع المعطيات الإحصائية فالتبادل التجاري بين الصين والعراق سجل أربعة وعشرين مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة نسبتها أربعون في المئة عن العام الذي سبقه استثمارات بكين تجاوزت نفط العراق إلى قطاعات تعد واعدة معمل للصلب ومصنع للسيارات واستثمارات في قطاعي الكهرباء والاتصالات نوعت النشاط الاقتصادي المشترك ليتجاوز عدد الشركات الصينية الكبرى خمسا وعشرين شركة ومثلت الأسلحة وملحقاتها مادة جديدة للتبادل التجاري بين التنين الأسيوي وبلاد الرافدين أسلحة تريد منها بكين حماية استقلال العراق ووحدة أراضيه وفق الوزير الصيني ليلتقي مع موقف نظيره الروسي سيرجي لفروف تريد منها بكين حماية استقلال العراق ووحدة أراضيه وفق الوزير الصيني ليلتقي مع موقف نظيره الروسي سيرجي لفروف ولمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا من لندن البحث السياسي العراقي زيد العيسى أهلا بك أستاذ زيد إذن زيارة وزير الخارجية الصيني إلى بغداد كانت لافتة الصين الشريك التجاري الأكبر للعراق وهناك احتمال أيضا لشراء أسلحة من الصين كيف يمكن بداية تقييم دور العلاقات العراقية الصينية خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها العراق شكرا جزيلا على الاستضافة في البداية أحب أن أصحح نقطة أن الأمريكان انسحبوا من العراق 2011 وفعلا هذه زيارة من الصين هي زيارة نادرة لأنها أول زيارة منذ 2003 أي منذ اعتلال العراق لحد الآن وهي تعتبر زيارة من قطب محوري في مجلس الأمن ودولة تمتلك الفيتو وثق الهاء التجاري ونعم أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأساسي بالنسبة للعراق وهي تستثمر في الجوانب المهمة بالعراق وهو الجانب النفطي وكذلك جانب الكهرباء ويريدون توسيع هذه التجارة لتشمل أيضا الأبواب الأخرى المهمة التي يحتاجها العراق بصورة طارئة الآن وهو باب التسليح فصين من الدول المصدرة للأسلحة والتقنيات العالية التي يحتاجها العراق بصورة طارئة وبصورة سريعة والتسليح الصيني كما قال وزير الخارجية الصيني هو يأتي في ضمن إطار محاربة الإرهاب الذي هو إطار تعرفه الصين وكذلك تحتاط منه مع التركيز على المحافظة على السيادة العراقية والاستقلال العراقي دعني أؤكد نقطتين تشترك فيهم الصين وروسيا من ناحية التسليح هناك لا توجد نفس طريقة الإملاءات نفس طريقة الضوابط نفس طريقة الشروط نفس طريقة إخضاع وتركيع العراق التي تتبعها أمريكا فكل صفقة أسلحة تعقدها أمريكا ضمن صفقة الإطار الدفاع الاستراتيجي وهي الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وأمريكا لم ينفذ منها مع أنها صفقة تشمر 15 بليون دولار ولكن هناك تماهل وتباطئ متعمد من الأمريكان وخلق للذرائع والحجج سيد زيد عفوا على المقطع الولايات المتحدة الأمريكية تسلح الجيش العراقي روسيا أيضا كانت أول الداخلين على الخط في صفقة تجاوزت الأربعة مليارات دولار وهناك أيضا تقرير إعلامية عن صفقة بين العراق وإيران لماذا الحكومة العراقية تعتمد سياسة تعدد مصادر التسليح برأيك؟ في هذا السياق نفسه الذي كنت أتناوله أن كان على الأمريكان تسليح العراق منذ خروجهم في 2011 دعني أؤكد نقطة مهمة الأمريكان لم يخرجوا طواعية من العراق أوباما صحيح كانت استراتيجيته ضمن الانتخابات في 2008 أن ينهي الحرب في العراق ويركز على أفغانستان باعتبارها المصدر الأساسي للإرهاب ولكنه عند اقتراب موعد الانسحاب في 2011 غير من استراتيجيته وكان يريد الاحتفاظ ب5000 إلى 10000 مقاتل أمريكي على الأرض حتى عندما يخوض الانتخابات في 2012 لا يستخدمها الجمهورين ضده ولكنه اضطر لذلك لأنه العراق رفض والحكومة العراقية رفضت أعطاء الحصان للجنود الأمريكان والأمريكان يلومون مباشر المالكي في ذلك لأن المالكي يتهمونه بأنه لم يساعدهم في ذلك حيث أنه طرح القضية في اجتماع علني وطالب كل الكتل بزعاماتها أن تحضر هذا الاجتماع العلني وتظهر موقفها صراحة أمام الشعب العراقي في بقاء القوات الأمريكية ومنحهم الحصانة لهذا أحرجت بقية الكتل التي كانت تريد بقاء الأمريكان حيث أن بعض هذه الكتل كانت تتشبث وتتشدق بأنها الأولى المدافعة في محاربة الأمريكان وتحرير العراق ولهذا اضطرت أن تقول كلمتها في رفض منح الحصانة فلهذا أراد الأمريكان تلقين المالكي بالخصوص درس وتلقين جميع السياسين العراقين كذلك درس أنهم في حاجة دائمة إلى الأمريكان ولا يمكن الاستغناء عن الأمريكان كحليف وداعم ومتواجد بسياساته ونفذه وثقله في العراق لهذا كم تم التماطل بصورة متعمدة في تسليح العراق دعني أقول لك وأؤكد أن أمريكا كانت تعلم حق المعرفة بتنامي دور القاعدة ونفوذة وخصوصا أنها كانت تعرف من خلال السياية التي كانت تشرف على مسألة التمويل والدعم والتسليح التي كانت تقوم بها السعودية في سوريا بحيث أنه تأسيس جبهة النصر حسب تقرير نشر في باريس استخباراتي تم بدعم السعودية لتأسيس جبهة النصر وقامت السعودية باستراتيجية تعرفها الأمريكان بإقناع القاعدة الموجودة في العراق عن طريق شيوخ العشائر في الأنبار وعن طريق استخدام زعماء القاعدة من السعودين حيث أن بيسي أكدت أن أكثر من 55% من المقاتلين في العراق كانوا يأتون من السعودية استغلت هذا لتوجيهم وتركيزهم والإشارة إليهم أن الساحل الأساسي للقتال يجب أن تكون سوريا وأنهم يجب أن يتوجه إلى سوريا وهذا ما أكده الظواهر في فتواه المعروفة بالتوجه إلى سوريا هذه كانت الاستراتيجية ولكن مع فشل هذه الاستراتيجية حيث أن القاعدة استطاعت فقط أن توقف تقدم الجيش السوري ولكنها لم تستطع أن تازمه ومع مجيء بندر بن سلطان تغيرت هذه الاستراتيجية وتوسعت العودة إلى العراق والأمريكان يعرفون ذلك وعندما ذهب كيري إلى العراق في مارس السنة الماضية وكانت بداية عمل القاعدة سيد زيد بسؤال أخير لو سمحت سيد زيد سؤال أخير لو سمحت بالحديث عن القاعدة اليوم الجيش العراقي يخض معركة ضد القاعدة في الأنبار هل يكفي اليوم تسليح الجيش العراقي للقضاء على القاعدة؟ من الركائز الأساسية هو تسليح الجيش العراقي الجيش العراقي يحتاج في محاربة القاعدة إلى أحدث الأسلحة لقد حرمهم الأمريكان بخروجهم من كل المعدات التكنولوجية التي سحبها الأمريكان معهم وكذلك الغطاء لاستخبارتي وعدم التسليح فالعراق يحتاج بصورة طارئة إلى التسليح وكذلك يحتاج إلى دعم دولي في محاربة الإرهاب وتشخيص هذا الإرهاب والإشارة بأصابع ثابتة إلى من يمول ويسلح الإرهاب مثل ما أشرت الاستراتيجية الآن توسعت لتشمل كذلك استراتيجية السعودية لتشمل العراق زعزعت العراق باتهمه بأنه ظهير وداعم إلى سوريا وأنه المسبب في عدم سقوط النظام السوري وكذلك هناك حاجة ماسة في المنطقة كذلك لمنع انتشار الانتفاضات إلى داخل السعودية بأنها تشير إلى شعبها الذي عرف اللعبة جيدا ومحاولة السعودية إثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشعب بينما هي تتبع المذهب الوهابي السلفي بأنها تريد أن تزعم وتقول لهم نحن ندافع عن أول السنة في العراق وكذلك في سوريا وقد سقطت هذه الخديعة أمام الشعب السعودي الذي يعرف أنها تريد أن تدافع على نفسها لأنها تتبع المذهب السنة وكذلك ما قاله أبو بكر البغدادي يؤكد هذه الفكرة حينما قال أن كل التسليح والتمويل أكد عمل به بصورة المشاركة والمناصفة بين جبهة النصرة والقاعدة أي أن تسليح جبهة النصرة كما يقول أبو بكر البغدادي كان لدعم القاعدة في العراق وصلت الفكرة للأسف انتهى الوقت شكرا جزيلا لك البحث السياسي العراقي سيد زيد العيسى كنت معنا مباشرة من لندن والآن إلى جولة سريعة لأخبار أمنية متفرقة من العراق نبدأ الجولة الأمنية من الأنبار حيث سقط عشرة قتلى بينهم عسكريون في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مبنى المحافظة وفي الفلوجة وقعت اشتباكات عنيفة في السيتشار وعلى الطريق السريع بين قوات الجيش العراقي وأبناء العشائر من جهة ومسلحي داعش من جهة أخرى وفي بغداد أبطل مفعول سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير قرب مجمع المحاكم في الحرية شمال غرب المدينة إلى جنوب الموصل حيث قتل ضابط وثلاثة من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة في دورية للشرطة في مفرق قضاء الحضر وفي الموصل أيضا قتلت قوة أمنية مسلحين اثنين واعتقلت ثلاثين مطلوبا خلال عملية مدهمة وتفتيش في مناطق القيارة والشورى وحمام العليل أما في كاركوك فأحظت الجيش العراقي الذي تنتشر وحداته جنوب وغرب المحافظة محاولة عناصر من تنظيم داعش السيطرة على أحدى نقاط التفتيش بين قضاء الحواجة وناحية الرياض العملية أدت إلى مقتل مسلحين اثنين من داعش وإلى إصابة أربعة نشبت الاشتباكات بين المسلحين وقوات الجيش العراقي وسط وجنوب مدينة الرمادي الجيش حاول دخول وسط المدينة مزودا بالدبابات والطائرات المروحية المعارك توسعت لتشمل الأحياء المأهولة جنوبا الأمر الذي أدى إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى خارج المدينة الاشتباكات أتت بعد القضاء مدة هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الحكومة العراقية في الأنبار هدنة هدفها إعطاء فرصة للحل السلمي بغية إخراج مسلحي القاعدة من مدينة الفلوجة عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي عباس البيات أكد أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة بعد انتهاء المهلة البيات أظهر أن المهلة قابلة للتمديد إذا ضغط سكان المدينة باتجاه إخراج داعش منها البيات عاد ولفت إلى أن اقتحام الفلوجة عسكريا أمر غير وارد حاليا استبعاد عملية الابتحام مجددا يعود إلى مخاوف الحكومة من سقوط مدنيين فالمدينة ما زالت تحوي أكثر من مائة ألف نسمة تعج بهم أحياء الفلوجة المسألة لا تحل عسكريا على الإطلاق وإنما يجب أن تكون حلول سياسية وحلول اجتماعية باعتبار أن محافظة لنبار محافظة عشائرية بامتياز وشيوخ القبائل ووجهها لهم دور كبير في هذا المضمار الحكومة أكدت تجاوب العشائر وتعول على حركة شعبية جيدة تضغط باتجاه طرد داعش والقاعدة بعدما عطل الحياة هناك تمديد مهلة الهدنة قد يكون متاحا في حال التجاوب معها بالمستوى المطلوب وتحرك العشائر ضد المتطرفين بحسب الحكومة الأخيرة أعلنت أنها ستدعم أهالي المحافظة في هذا الاتجاه بعدما لمست منهم رغبة جدية في حل الأزمة وعودة الشرطة والحياة الطبيعية دون تدخل الجيش أهلا بكم 300 ألف برميل يوميا زادت صادرات النفط من المرافق الجنوبية العراقية خلال الشهر الجاري مع تسوية التأخرات التي سببها التقص الصي صادرات العراق من المرافق الجنوبية بلغت مليونين و360 ألف برميل يوميا وإذا ما استمر ذلك حتى نهاية شهر شباط فبراير الحالي فستسجل بلاد الرافدين أعلى مستوى لها منذ عام 2003 ويعمل العراق على تنفيذ خطة لزيادة الإمدادات هذا العام بعد طباطئها العام الماضي بسبب المشكلات الفنية وأعمال العنف أكدت وزارة المالية العراقية أهمية دور الأمم المتحدة في مساندة خطوات الحكومة العراقية في بناء الدولة وتكاملها عبر تحسين الأداء الإداري وصولا إلى تحقيق الإدارة الرشيدة التي من شانها أن تكافح الفساد وتعزز العدالة الاجتماعية وزير المالية العراقي صفاء الدين الصافي أكد سعي الأمم المتحدة في مساندة بلاده وتقديم الخبرات والأفكار لحل الخلافات والمشكلات التي تواجه عمليات البناء والتنمية وتقوية الأمن وتثبيت الاستقرار كشف النائب عن كتلة المواطن فلاح الساري أن نسبة العز المتوقعة في الموازنة الاتحادية للعام الحالي تبلغ أكثر من 30 ألف مليار دينار عراقي فيما بلغت العام الماضي نحو 19 ألف مليار دينار وبيّن الساري أن حجم الإرادات للعام الماضي بلغ 119 ألف مليار دينار فيما يتوقع لها أن تبلغ هذا العام 139 ألف مليار دينار أما الأنفاق فسيبلغ 170 ألف مليار دينار قدم وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي استقالته رسميا من منصبه اعتراض منه على قطع بغداد رواتب الموظفين في إقليم كردستان ويعاني الإقليم من شح مالي تسبب في توقف صرف رواتب الموظفين فيما يتهم المسؤولون الكرد حكومة بغداد بالتعمد في عدم صرف المخصصات المالية للضغط على إربيل في سبيل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية إلى الأخبار السورية أكثر من 83 مليون دولار بلغت قيمة التبادل التجاري الزراعي بين لبنان وسوريا العام الماضي هذه القيمة تزيد 9 مليون دولار عن العام الأسبق بهذا تتصدر سوريا المرتبة الأولى على لائحة أهم أسواق المنتجات الزراعية اللبنانية وأفاد مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة في بيروت بأن أبرز الصادرات الزراعية اللبنانية إلى سوريا كانت الطحين الموز والحمضيات كشف تقرير نصدرات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن أداء قياس المؤشرات التنموية سجل ارتفاعا لافتا هذا العام بعكس كل التوقعات وبنسبة تنفيذ بلغت 150% واللافت أن هيئة تنمية وترويج الصادرات سجلت تراجعا عن عام 2012 بلغت نسبته 66% بسبب تراجع الصادرات السورية التي أثرت على عمل الهيئة وانخفاض عدد المعارض الخارجية التي تساعد على الترويج للصناعات السورية خفضت المؤسسة العامة للتخزين والتصويق السورية أسعار 200 سلعة أساسية من المواد الغذائية بينما حافظت باقي المواد على أسعارها الثابتة وأكدت المؤسسة سعيها بشكل دوري إلى تخفيض أسعار معظم السلعة الأساسية وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للتخزين والتصويق حسن مخلوف أنه لو لمؤسسات التدخل الإيجابي لأصبحت الأسعار أربعة أضعاف مما عاهية عليه في ظل الأزمة الراهنة فمؤسسات التدخل الإيجابي هي التي تكسر الأسعار في السوق الموعد يتجدد عند السادسة ونصف مع الاقتصادية المفصلة